لن يتمكن النازحون المقيمون في مخيمات كردستان العراق من الحصول على المساعدة المالية التي كانت توزعها عليهم المنظمات التابعة للأمم المتحدة كمنح طارئة هكذا بدت الأمور قاتمة بعد قرار منظمة اليونسيف الانسحاب من عدة مخيمات للنازحين مطلع الشهر الجاري ووقف أعمالها هناك وإعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتزامها الانسحاب كذلك ووقف أعمالها من مخيمات كردستان العراق مع نهاية شهر تموز الجاري صحيح أن المساعدات المالية التي كانت تقدم لا تسمن ولا تغني من جوع إلا أنها كانت توفر الحد الأدنى من احتياجات العائلات النازحة في ظل عدم وجود تخصيصات مالية حكومية لإغاثة هؤلاء النازحين الذين يقدر عددهم في كردستان العراق بأكثر من 650 ألف نازح من أصل أكثر من مليون عراقي لا يزالون يعانون النزوح في المخيمات وغيرها دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دوهوك أكدت أن برنامج الأغذية العالمي قرر بدوره بدءا من شهر تموز تقليص المساعدات المالية التي كان يقدمها للنازحين في المخيمات مباررا ذلك بأن الميزانية المتوفرة لا تكفي لجميع النازحين حيث ستمنح تلك المساعدات المالية للعائلات الفقيرة جدا دون غيرها وبينما تعترف وزارة الهجرة والمهجرين بصعوبة إنهاء المشكلات التي تمنع إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية على الرغم من مرور ثماني سنوات على نزوحهم القصرية لا تقدم الوزارة بديلا لهؤلاء يمكنهم من مواصلة حياتهم وإنما تتركهم دون مساعدة تذكر بل إن الحرائق التي بدأت تتكرر في مخيمات النازحين مؤخرا فتحت الأبواب أمام تكهنات البعض بشأن احتمال أن تكون بعض تلك الحرائق مفتعلة بهدف الضغط على النازحين وإجبارهم على العودة إلى مناطقهم غير المؤهلة لاستقبالهم ما ينذر بتفاقم معاناتهم بما يتبع ذلك من أزمات قد تمتد تأثيراتها السلبية لسنوات أخرى قادمة